على وعد مع السلام تعيش عدن أياما قلقة بانتظار انتصار الدولة إلا أن المدينة التي أصبحت عاصمة مؤقتة منذ تحريرها من الاشتياح الحوثي لا زالت تأن تحت وطأة الضربات القاتلة للجماعات الإرهابية وفراغ حضور الدولة منذ أيام قليلة سقط شاب عشريني مضرج بدمائه بتهمة الإلحاد وأشيرت أصابع الاتهام لقائد معسكر عشرين التابع للحزام الأمني وعلى خلفية الحادثة اعتقل بعض الصحفيين ممن حضروا عزاء الناشط السياسي أمجد عبد الرحمن محمد بنفس التهمة يضع غياب الحكومة الشرعية أكثر من علامة استفام خصوصا عقب الزيارة القصيرة للمحافظ عبد العزيز المفلحي الذي ترك المدينة بعد مؤتمره الصحفي ورغم أن الزيارة على قصرها قد تركت الكثير من التطمينات على مستوى الشارع العدني في اختيار الرجل المناسب في إدارة ملف العاصمة المؤقتة في هذه الظروف الحارجة إلا أن غيابه بعث القلق مجددا ملامح الحزن وظلام التطرف تكتسي شوارع المدينة لكن هذا ليس كل شيء فقبائل الصبيحة التي حشدت مقاتليها في ساحة العروض للمطالبة بالقصص من قاتل أحد أبناء القبيلة هي الأخرى تلقي بالاتهام على قوات الحزام وكما يبدو أن قوات الحزام الأمني باتت اليوم تقدم نفسها كبديل للدولة وتعكس مدى التوتر الذي أصاب الشارع العدني خصوصا عقب إعلان المحافظ السابق لعدن عدروس الزبيدي تشكيل مجلس سياسي اعتبر انقلابا على الشرعية والتحالف وفيما ينتظر الشارع العدني شهر الرمضان والوعد الذي قطعته الحكومة بتوفير الخدمات الأساسية وعلى رأسها توفير الكهرباء يبدو أن بؤار التطرف التي تنمو برعاية الرئيس المخلوع أو تلك التي تحظى برعاية إقليمية في معسكرات الحزام الأمني لن تسمحان بتوفير الأجواء الآمنة لهذه المدينة المتعبة ترجمة نانسي قنقر